اشتركوا في القناة وخلال اللقاء اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تقدم مستمر بفضل اهتمام قيادتي البلدين الصديقين واسعيهما المشترك للنهوض بمجالات التعاون وفتح افاق اوسع تعود بالنفع على مسارات التنمية لدى البلدين وعرب السموه عن اهتمام مملكة البحرين وتطلعها الى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات عبر تعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع رجال الاعمال في البلدين الى الاستفادة من اواصر الصداقة الراسخة والتعاون البناء الذي يجمع بين البلدين والذي يهيئ فرصا واعدة لدفع عجلة النمو في البلدين بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين واثنى سموه على اسهامات الجالية الباكستانية في مملكة البحرين ودورها في مسيرة التنمية في المملكة من جانبه عرب سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوله سموه من اهتمام بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات واكد تطلع بلاده الى توثيق عرى التعاون مع مملكة البحرين مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها البحرين على كافة الاسعدة ترجمة نانسي قنقر